سأترك اليورو أذهب إلى إنجلترا تحديداً في كرة القدم الإنجليزية وأسألك عن مسيرة محمد صلاح مع ليفربول ومسيرته في كرة القدم الإنجليزية رأيك فيها إيه؟ أعتقد أن كلمة عظيمة لا تصف محمد صلاح وما أداه بشكل الأمثل وإنما هي مسيرة من التراز العالمي أعتقد أن لولا بعض الإصابات التي حظى بها في رأس السنة لم يعد بالأداء الأفضل أعتقد أن محمد صلاح لولا ذلك كان سيؤدي أداء عالمياً هذا الموسم ويدعم كثيراً خط هجوم ليفربول بشكل أكبر بالنسبة لي محمد صلاح في آخر ستة أو سبع سنوات كان أفضل لاعب في ليفربول يستطيع أن يدمر أي دفاع محمد صلاح كان مذهلاً على مستوى صناعة الأهداف على مستوى إحراز الأهداف رغم الإصابة ولكنه كان ثاني الهدفين في الموسم الماضي فبالتالي أنا واثق أن محمد صلاح سيعود أنا واثق ماء بالماء أنه سيعود لسابق عهدي ومستواه بلا شك محمد صلاح سوبر محمد صلاح حينما لا يتواجد مع ليفربول سيكون خسارة كبيرة ليفربول وأعتقد أنه سيظل أسطورة ليفربول في المستقبل هل من الممكن أن تضع ترتيب لمحمد صلاح ما بين أساطير ليفربول التاريخيين؟ بالطبع بالطبع محمد صلاح 155 هدف في حوالي في 280 مباراة نعم هو أسطورة بالفعل هو أفضل أفضل لاعب في خط الهجوم حظى به ليفربول في التاريخ بلا شك محمد صلاح هو الأعظم لا أعتقد أنه فقط قريب من أن يكون أسطورة ولكنه بالطبع هو أسطورة ليفربول الحية